والمحاضرة النهاردة بتتكلم على السيل ممبرين طبعا السيل ممبرين اي حد منكم عارف ان اسمه التاني بلازمة ممبرين يبقى انا عندي حاجة اسمها السيل ممبرين او البلازمة ممبرين طبعا قلنا فكرة كده عنه قبل كده ان انا عندي السيل ممبرين ده اللي بيفصل ما بين مين ما بين الانترا سيلولار فلويد الفلويد اللي داخل الخلية والاكسترا سيلولار فلويد الفلويد اللي برا ايه اللي برا الخلية طبعا كنا قلنا كلمتين دول قبل كده عن السيل ممبرين انت اقدر بيفصل محتويات الخلية اللي جوه والاكسترا سيلولار فلويد الفلويد اللي داخل الخلية جوه وبين الاكسترا سيلولار فلوود الفلوود اللي خارج الخليل طيب ده كلام جميل وقلنا ان السلمنبرين اسمه التاني بلازمة من برين يبقى كلمة سلمنبرين تسوي كلمة ايه بلازمة من برين طيب ده كلام جميل تعال كده ندخل في السلمنبرين نتكلم عن definition تعريفه size حجمه والfunction الوظيفة لو جينا ندي تعريف للسلمنبرين اللي بتاع الصغير دهو اللي بيفصل ما بين محتويات الخليج اللي جوه والاكسترا سيلولار فلوود الفلوود اللي بره الخليج لو جيت اوصفه بيقول لي والله ان هو سن طب يعني ايه سن قال لي سن معناه ان هو رفيع طيب وإلاستيك إلاستيك يعني مرن يبقى اول حاجة كده من خصاصه ان هو رفيع ومرن يبقى السن وإلاستيك طيب المعلومة المهمة ان هو سيمي برميابول اكتب لي عليها شبه منفز سيمي برميابول يعني شبه ايه منفز طيب يعني ايه دكتور شبه منفز يعني والله في مواد تجي من بره تدخل جوه في مواد تجي من جوه تطلع بره طيب بس مش ماشي كده مش سايب اي حاجة تدخل واي حاجة تخرج والكلام ده لأ ده في بيبقى سيليكتف يعني سيليكتف يعني مادة معينة اللي يوافق انه ده خله او مادة معينة يوافق انه هو يخرجها حسب حاجة الخليل يبقى هو دلوقتي سيمي برميابول دات يعني ايه يعني شبه منفز تقدر تكتب لي كده اهو بنكوسين اللاو اند بريفينت يعني يقدر اللاو يعني يسمح يسمح بمرور المواد ويقدر في نفس الوقت يعمل ايه بريفينت انه هو يمنع مرور المواد بمزاجه سيمي برميابول يعني شبه منفز اذا التعريف كلام سهل خالص هقول كلمتين سين الاستيك سيمي برميابول يبقى السين من برين احفظ معايا يلا سين الاستيك سيمي برميابول تلات كلمات اهم سين الاستيك سيمي برميابول طيب حجمه قدقية دكتور انت قلت لي انه سينه رفيع اهو ده رفيع جدا بيقول لك الصيز بتاعه الحجم بتاعه سبعة لتسعة نانو متر لو هتذاكرتها من سبعة لعشرة ما فيش مشكلة تمام اهم حاجة الوحدة بالنانو ايه بالنانو متر يبقى الحجم بتاعه قد ايه من سبعة لتسعة نانو متر من سبعة الى تسعة نانو متر طيب ده كلام جميل طب وظيفته ايه يا دكتور وظيفة السيل ممبرين ولما تيجي تذاكرها من الورق الوظيفة الوظيفة دي بتجي في امتحان الريتن يعني يجي يقول لك اكتب لي وظائف السيل ممبرين ووظائف السيل ممبرين ده هتشبع منها هتاخدها في فيسيولوجي هتاخدها في المايكرو فكده كده هتلاقي مذاكرتها سهلة معك طيب وظائف السيل ممبرين ده ها كده نذاكرها على محاضرة الفيسيولوجي تعال نقول التحشيشة ده ها احفظ معي التحشيشة ده ها وبعدين بعد ما نحفظ التحشيشة نشوف هنترجمها ازاي ونكتبها ازاي في الامتحان يفصل ويحافظ ينقل حاجتين يفصل ويحافظ ينقل حاجتين ريسبتور وكهرباء احفظ التحشيشة يلا يفصل ويحافظ ينقل حاجتين ريسبتور وكهرباء يبقى اقول لك وظائف السيل ممبرين قبل ما تقعد تفكر في المعلومات وهتنساها لا افتكر التحشيشة يفصل ويحافظ ينقل حاجتين ريسبتور وكهرباء يفصل ويحافظ ينقل حاجتين ريسبتور وكهرباء طيب تعال بقى نفصل التحشيشة واعتبر نفسك دلوقت في الامتحان وبتكتب وظائف السيل ممبرين اول وظيفة يفصل يفصل هقول له ايه سيبريت سيبريت يعني يفصل طيب العلامة دي معناها ايه معناها بتوين يعني بينها هيفصل بين ايه وايه اولاد يفصل بين الانترا سيلولار فلويد يعني الفلويد اللي داخل الخلية وبين الاكسترا سيلولار فلويد يعني الفلويد اللي خارج الخلية يبقى السيبريت بتوين الانترا سيلولار فلويد الفلويد اللي جوها الخلية وبين مين كمان الاكسترا سيلولار فلويد يعني الفلويد اللي خارج الخليل. طيب. بعد كده بنقول يحافظ. طب يحافظ يعني بريزيرف او بريزيرفيشن. طيب يحافظ على ايه? قال لك يحافظ على اللي جواه مش هو ده برا هو. هيحافظ على اللي جواه. فقال لك بيحافظ على البيئة الداخلية ليه الخليل. البيئة الداخلية داخلية يعني internal. وبقى يعني ايه? environment. يبقى هو بيحافظ على البيئة الداخلية للخليل. طيب. وظيفه ايه كمان? يقولنا ينقل حاجتين. طب بيبقى ينقل transport. هينقل ايه بقى? قال لي ممكن ينقل ايونز ايونات زي السوديوم. زي البوتاسيوم بينقلها من خلاله. وممكن ينقل كمان مكرو مولوكيول. يعني مولوكيولز يعني مركب طب مكرو يعني كبير فهي مركبات اكبر نسبيا من الايونات. يبقى هو دلوقت هينقل حاجتين. هينقل ايونز وهينقل ايه كمان? وهينقل مكرو مولوكيولز. ايونز و مكرو مولوكيولز. طيب ينقل يفصل و يحافظ ينقل حاجتين ريسبتور و كهرباء. تعال نشوف موضوع الريسبتور وبعدين موضوع الكهرباء. موضوع الريسبتور بقول لك وكونتين ريسبتورز يعني يحتوي على ايه? يحتوي على ريسبتور. يعني السلمبرين الجذار ده هو بيبقى عنده هنا كده على السلمبرين بيحتوي على ايه? بيحتوي على ريسبتور وهناخد بالتفصيل. طيب الريسبتور ديت وظيفتها ايه يا دكتور? يقول لك هرمون معين هرمون معين جاي والله عايز يدخل على الخلية. هو بيروح كده يعني احتباطا كده ولا بيروح لمكان محدد. قال لك ده بيروح لمكان محدد. الهرمون يجي كده ده هو يقف على مكان محدد. المكان المحدد اللي الهرمون هيمسك فيه ده بسميه ايه? بسميه ريسبتور يعني مستقبل للهرمون اللي جاي ده يبقى انا عندي دلوقتي الريسبتور ده هو ممكن يمسك في حاجة اسمها ايه? هرمونز هرمونات. وممكن حاجة شبه لهرمونات اسمها ترانسيميتر. ترانسيميتر زي حاجة اسمها نيورو ترانسيميتر ناكلات عصبية زي الاسطيل كولين والكلام ده كله هناخده بازن الله قدام في الفيسيو وفي الفارم. تمام? يبقى دلوقتي اللي انا عايز اعرفه ان السلممبرين هو اللي بيتواجد عليه مين? هو اللي بيتواجد عليه الريسبتور? الريسبتور ده اللي بيمسك فيه الهرمونات او اللي بيمسك فيه الترانسيميتر. كلام سهل خالص. طيب. اخر حاجة هتقول لي كهربا. كهربا هتقول لي كلمة كهربا في الفيسيو. قول لي كلمة فهو يعني هو اللي بينشأ الكهربا. تمام? طيب ده كلام جميل. يبقى انا عندي دلوقتي يبقى انا راجح تاني يا شباب كده. عندي دلوقتي السلممبرين. هقول له ايه في التعريف? هقول له والله انه هو رفيع سن ومرن اللاستيك وشبه منفذ يعني سيمي برمابو. يبقى السن اللاستيك وسيمي برمابو. طيب. بيعمل ايه? اللاو اند بريفينت. يسمح ويمنع. يسمح بمرور مواد ويمنع مرور مواد. طيب. الصيز بتاعه قديه سبعة لتسعة نانو متر. من سبعة لتسعة نانو متر. طيب الفانكشن وبتجي في امتحانات هقول له يفصل ويحافظ ينقل حاجتين ريسبتور وكهربا. يفصل ويحافظ ينقل حاجتين ريسبتور وكهربا. يفصل يبقى هو هفصل بين الانترا سيلولر فليود اللي داخل الخلية والكسترا سيلولر فليود يعني الفليود اللي خارج الخلية. طيب بيحافظ برزيرف برزيرف ايه برزيرف الانترنال انفيرومنت بيحافظ على البيئة الداخلية طيب بينقل حاجتين ترانسبورت ينقل ايه ايونز وهقول له برضو مكرو موليكيولز طيب عليه ايه ريسبتور يبقى كنتين ريسبتور الريسبتور دي بتمسك في ايه قال لي بتمسك فيه الهرمونز الهرمونات والترانسميترز المواكل طيب جنريت البوتينشيال يعني الكهرباء ده بيخلص بيخلق ايه بيخلق الكهرباء اللي موجودة على السيل ممبرين حلو كده يا شباب يبقى ده السيل ممبرين تعال بقى نتعمك شوية ونشوف تركيب السيل ممبرين لما اجا اتكلم عن السيل ممبرين يا اولادي واقول ايه المكونات اللي بتدخل في السيل ممبرين افتكر البايو البايو فها كاربوهادريت وليبد وبروتين هم الكاربوهادريت والليبد وجود المشير الطيب الزيبت نسبتها كم والاركام ده حفظ اللي بد نسبتها اثنين واربعين في المية خلص احفظ كده الليبت وبروتين الليبت 42 والكربوهيدريت 3 يبقى كده 45. يدبقى كام 55 دول مصيب الاسد البروتين يحفظون كده الليبت 42 والكربوهيدريت 3 يبقى 45 يدبقى كام البروتين يبقى الباقي نصيب الاسد 55% يبقى عندي الليبت والبروتين والكربوهدرين جاء سؤال قبل كده في الامس كيو قال له والله مين اكتر مكون ليه السلممبرين او اللي نسبته كبيرة يعني طبعا هاختري البروتين اللي نسبته خمسة وخمسين في المية واخدى نصيب الاسد حلو كده طيب لما نيجي نتكلم عن الليبت بالتحديد خلي بالك انا ما قلت لك مين اللي نسبته اعلى هقولت لك البروتين طيب تعالى بقى هقولك حاجة تانية واقل الكلام معايا بيقول لي الليبت هو البيزيك استراكشور او في الممبرين هو الاستراكشور او التركيب البيزيك الاساس في تركيب السلممبرين اه دكتور مش البروتين نسبته اعلى اه ولكن هنا يقصد البيزيك استراكشور او في الممبرين يقصد الاساس يقصد اول حاجة انا حطيتها ايه علشان اكون سلممبرين الاساس بتاعي ايه اللي انا الحديد اللي انا رميته في الارض ايه اول حاجة تمام اول حاجة بدأت اصنع منها السلممبرين يبقى هي مين الليبت هي البازيك استراكشور او في البروتين وتيجي في الامس كيو يبقى لو جالي في الامس كيو قاللي مين اعلى مكونا في السلممبرين هاختاري البروتين طب لو قاللي مين البازيك استراكشور او في الامس كيو هختار من يا شباب هختار الليبت طيب هي الليبت دي يا دكتور ممكن تتكون من ايه برضو اخدناها في البايك ميستري الليبت حاجات كتير الليبت في حاجة اسمها فوسفوليبت فوسفوليبت قالديها первوauen الليبت وهكذا الليبت فوسفيت وعليها دهون Laybit ذاك في450 بالكلستيرول اخدناك الكولستيرول و في حاجة اسمها جلايكو ليبت claro ي ل learning في حاجة اسمها الليبت بروتين يوجد ع hollow pero proteium الليبت مزود عليها ي بروتين يبقى دلوقتي الليبت بتكون من ايه فوسفوليبت كوليستيرول جيلايكوليبت ولايبو ايه ولايبو بروتين ده كلام جميل طيب تعالى نشوف بقى ده كده السلممبرين رسمنا اهو تعالى نشوف محتويات السلممبرين او السلممبرين ده بيتكون من ايه تمام والرسمة ديت هنطبق عليها الجدول اللي قدامنا ده تمام هنشوف الرسمة هنفهم من عليها ثم هنذاكر الجدول ده هتحفظه معايا من هنا تمام او احفظ الرسمة اللي انت عايز تمام يا شباب لما اجي اشوف السلممبرين اللي بالله بيديه شباب ده كل ده كده 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 ده السلممبرين وانا مكبر طيب لما اجي اشوف الفوسفوليبت لما اجي اشوف ايه الفوسفوليبت هلاقي ان الفوسفوليبت اللي انا ارسمها باللغدر ده بتتكون من الجزء ده الجزء ده بسميه هد هد يعني رأس او ممكن ده برضو الجزء ده بسميه ايه كلة الاجزاء اللي ناحية الخارج ده بسميها هد بسميها ايه شباب بسميها هد تمام طيب انما الاجزاء اللي جوه ده اه بيسموها تيل بيسموها ايه تيل يعني زايل يبقى الاجزاء اللي بره سواء بره من ناحية ده من ناحية بفوق من ناحية الاكسترا سيلولر فلود من ناحية الخارج او من ناحية طبعا انا عارف ان هنا ده الاكسترا سيلولر فلود ده الفلود بره الخلية وتحت هنا ده ايه ده ده الانترا سيلولر فلود ده الفلود اللي جوها الخلية وده السلممبرين اللي بيفصل ما بين الاكسترا سيلولر فلود وبين الانترا سيلولر فلود طيب بنتكلم دلوقتي عن الفوسفوليبت اللي موجودة على السلممبران اللي بتتكون من جزئين فيه جزء بيبقى جهة الخارج سواء جهة الخارج هنا أو هنا وده بيسموه هيد رأس وفيه جزء التاني بيوجد جهة الداخل واللي جهة الداخل ده بيسموه ايه؟ بيسموه تيل قالك اللي جهة الرأس اللي هو الهيد ده هو اللي جهة الخارج قالك ده محب للمية علشان كده بيبقى ناحية الفلود سواء الانتراسيلورفلود أو الاكستراسيلورفلود اصلوا بيحب الفلود بيحب المية طب هو يعني ايه مية؟ مية يعني هيدرو طيب يعني ايه بيحب؟ بيحب يعني فيلك يبقى ده الشباب بيسموه ايه؟ بيسموه هيدرو فيلك هيد يبقى الجزء ده كده جزء ده بيسموه هيدرو فيلك هيد قمالي الجزء اللي جوه ده هو دخل جوه ليه علشان بيخاف من المياه الجزء ده كده دخل جوه ليه علشان بيخاف من المياه طب هو يعني ايه مياه يعني هيدرو طب يعني ايه بيخاف فوبك فوبيا عنده فوبيا خواب يبقى انا عندي دلوقتي ده الهايدروفوبك تيل ده بيبقى موجود بيقولي في السنتر في السنتر يعني ايه في المركز يعني جهة الداخل انما انما الهيد بيبقى هيدروفوليك وده بيبقى بره سواء بره من ناحية هنا من ناحية الفلود اللي بره او من ناحية جوه من ناحية الفلود اللي جوه اهم حاجة انه بيبقى الهد دايما ايه دايما الهد بيبقى جهة الخارج تمام طيب يبقى ده الهد يبقى لو جينا دلوقتي لو جينا دلوقتي يا شبال لو جينا دلوقتي نشوف البروتينات اللي عندنا فيه السلممبرين هلاقي ان فيه حاجة اسمها هيدروفوبك سنتر تيل سباك من التعريفات هرجع عليها تاني لما شوف البروتينات هلاقي ان فيه حاجة اسمها هيدروفوبك سنتر تيل ده معناها ايه هيدروفوبك سنتر تيل ده معناها الديل اللي هو جهة السنتر يعني جهة ايه جهة جوة هذا يسمى هيدروفوبك يعني يخاف والنوع الثاني يسمى هيدروفيلك يعني يحب المية بولر هيد بولر طبعا يعني كطبي وهو يحب المية يبقى كطبي صح يبقى بولر هذا يسمى هيدروفيلك هيد اللي بيبقى جهة الخارج كده عرفنا مين اللي جهت جوا ببقى البلاد فيه الثاني يكونَ فائد الجن، وراح اللي في أكي Kunden فوق بتحدثي الزيل اللي بيكره المية اما اللى برا بها بعد ذلكالك يسرى البروتينات اللى موجودة قالتondern�� والله البروتينات اللى موجودة انها لديه نوعين من هذه البروتينات قال لي فيه بروتينات تعالى كده هنا بيقول لي فيه بروتينات اسمها integral أو intrinsic يسموها integral أو ايه؟ أو intrinsic دي معناها integral أو intrinsic intrinsic يعني من جهة الداخل يعني جوه السلممبرين ومال يعني ايه peripheral أو extrinsic دي يعني بروتينات جهة الخارج يعني من بره السلممبرين تمام يا شباب؟ يبقى انا عندي حاجات جهة الداخل زي دول كده مثلا ديت ايه؟ بسميها intrinsic يعني من جوه من جهة الداخل وفيه حاجات بتبقى من بره مش من جهة الداخل لا دي من بره زي اللي بالزرق دول كده اسمها ايه؟ extrinsic يبقى دلوقتي عندي اخدت معلومتين حاجة اسمها integral protein أو intrinsic يبقى الintegral أو intrinsic دول من جهة الداخل يعني بروتينات من جهة الداخل زي اللي انا رسمهم باللون الاحمر دول وفيه حاجة تانية اسمها extrinsic protein ودول بيبقوا ايه؟ بيبقوا peripheral يعني من جهة ايه شباب؟ يعني من جهة الخارج زي اللي بالزرق دول كلام جميل؟ طيب تعال كده نشوف الانتررنسنج نتكلم عنه قال لي والله الانتررنسنج فيه منهم نوعين النوع الاولاني الكبير ده اللي واخد السلممبرين كله جايبه من اوله لاخره قال لك ده بيسموه transmembrane protein بيسموه ايه؟ transmembrane protein معناها ان ده بروتين واخد الحجم كله واخد size كله تمام؟ transmembrane protein افهم كده انه هو جايب السلممبرين من اوله لاخره يعني هو مستحوز جاي على السلممبرين كده من الجدار ده للجدار ده ده بسميه transmembrane protein طيب هو فيه نوع تانية يا دكتور؟ اه قال لك فيه بروتين هو من جهة جوه يعني من الداخل بس مش هواخد المساحة دي كله ده هو واصل على only one side only one side membrane only one side membrane اللي هو ده ماله only one side membrane ده موجود على جدار واحد يبقى على الجدار ده او على الجدار ده ممكن ارسم واحد هنا كده هو بيبقى من جهة الداخل بس موجود ايه؟ only one side يعني على side واحد فقط كلام جميل؟ طيب لما نيجي نشوف ال integral اللي هما ال intrinsic اللي هما من جهة الداخل اول حاجة بيقول لك والله بيبقوا side بتاعهم فين؟ بقول لك side بتاعهم ثانية كده مش هما جوه؟ صح؟ مش هما موجودين جوه؟ تعال كده بص على مكانهم كده وموجودين فين؟ جوه هو؟ يعني موجودين ناحية من يا شباب؟ موجودين ناحية التيل صح؟ يبقى هما موجودين في التيل او في السنتر يعني هما موجودين في السنتر تيل الهايدروفوبك سنتر تيل طيب في منهم نوعين يلا هم كتبتهم لك هم في منهم نوعين ايه هما النوعين؟ قال لي فيه حاجة اسمها trans membrane protein وال trans membrane protein دي يا شباب اللي هي بتبقى واغدة الخالية كلها السلم membrane كله قصدي الجدار كله من اوله لاخره طيب trans membrane protein زي ايه؟ احفظهم في كلمة كريب كلمة كريب كريب اللي بتاكله حرف c channels كنوات قناة تنقل مادة او ايون من مكان لمكان ما هلازم تبقى واغدة trans membrane protein عشان يكون عند قناة بص على الرسمة كده عشان يكون عند قناة وتنقل مادة من هنا لهنا ما هلازم القناة دي تكون واغدة كل مساحة السلم membrane صحي كده؟ طيب الوظيفة التانية ايه؟ lc carrier حامل يحمل المادة من هنا اشتغلها يودها هنا طب R receptor مستقبل ممكن يبقى فيه receptor موجود داخل السلم membrane اه بتحصل ممكن تكون بامب بامب يعني مضخة مش تسمع عن حاجة اسمها sodium potassium bomb بامب مضخة بتضخ sodium وبتضخ بوتاسيان بسميها ايه؟ بسميها بامب يبقى trans membrane protein يبقى ده بروتين داخل السلم membrane محشور في السلم membrane محشور في السلم membrane كده محشور في السلم membrane من جوة ميزاي دول بقى برا؟ لا ده ده محشور في السلم membrane بسميه يا شباب بسميه trans membrane protein ده لو واخد من اول الجدار ده اخر الجدار واخد السلم membrane انواعه ايه؟ كلمة محشور في السلم محشور في السلم تمام؟ طيب ده بقى اللي بيبقى only one side قالك اللي بيبقى present only one side قالك ده بيبقى وظيفته انه بيكون enzymes بيكون ايه؟ انزيمات يعني اللي انت شايفه اللي احمر الصغير ده هو اللي بقى موجود only one side ده عادة وظيفته ايه؟ عادة وظيفته انه بيكون انزيم طيب زي ايه؟ الانزيمات ده تعمل ايه؟ قالك زي فيه انزيم مثلا مثلا بيجي حول وحدة الطاقة اللي اسمها الATP الانزيم ده اسمه adenyl cyclase الانزيم ده اسمه ايه؟ يعني انا بديك مثال بقى على الانزيم انزيم حقيقي بقى اسمه adenyl cyclase ده بيحول الATP لحاجة اسمها cyclic amB يبقى انا عندي الانزيم زي الadenyl cyclase ده بيحول مين لمين؟ بيحول الATP الى حاجة اسمها cyclic amB طيب ده كلام جميع يبقى ده دكتور الانتجرال او الانتررنسنج بروتين اللي انا رسمتهم باللون الاحمر ودول مكانهم بيبقى فين؟ مكانهم بيبقى ناحية الديل يعني ناحية السنتر يعني جوه فمكانهم سهل جدا هقول ايه ناحية ايه؟ ناحية السنتر تيل الهايدروفوبكس انتر تيل طيب من فيهم؟ عندي ترانس منبرين بروتين كل الجدار وعندي اونلي وانسايد منبرين الترانس منبرين بروتين اللي هو كل الجدار كلمة كريب سيتشانل سي كاريار ريسبتور والبي بامبس طيب اونلي وانسايد ده زي البروتينات اللي بتشتغل كأنزيم مثال حيه مثال حيه من عندي دي بيحول faux فيه بقى peripheral او extrinsic بروتين Extrinsic يعني ايه إكسيترانسك يعني من جهة الخارج يعني عندي إكسيترانسك اللي هم من جهة الخارج اللي ده والله بيبقى زي الرسمة دي ك lingu powin منتجير بيبقى اسمه بيبقى اسمو البريفرال او اكسيترنسيك؟ طب ده وظيفته ايه دكتور؟ او مكانه حتى فين؟ هقول مكانه جوه ولا مكانه برا? لأ ده مكانه برا نحية به مين؟ نحية الهد صح؟ فقل ده بيبقى مكانه نحية الهد. فده بيبقى مكانه ايه؟ مكانه نحية البولرهد. والبولرهد اللي بيبقى هيدروفليك يعني محب للمي. طيب وظيفته ايه دكتور الريسبتورز ده اللي بيبقى بره ده قال لي والله على حسب هل هو موجود على الانتراسيلور سيرفس ولا على الاكستراسيلور سيرفس طب يعنيه انتراسيلور واكستراسيلور وهو السلم مبيرين فيه جزء منه ناحية بره ناحية الاكستراسيلور في لويد فده الاكستراسيلور سيرفس انما اللي ناحية الانتراسيلور في لويد اللي باصص على محتويات الخلية جوه يبقى ده ناحية الانتراسيلور ايه الانتراسيلور سيرفس فلو كان اكستراسيلور سيرفس يعني من بره بيبص على بره قال لك ده وظفته جيلايكو كيليكس طيب يعني انا دكتور جيلايكو كيليكس لو هو اكستراسيلور يعني بيبص من بره قال لي ده جيلايكو كيليكس طيب يعني ايه جلايكوكيليكس كل اللي عايزك تعرفوا انه هو سيل كوت غطى للخلي جلايكوكيليكس يعني سيل كوت او غطى للخلي قمال يا دكتور يعني لو لقيت زي ده كده نحية جوة قالك ده بيشتغل كسايتو سكيلتون طيب يعني ايه سايتو سكيلتون سكيلتون المادة بتكوي فسايتو سكيلتون اشتركوا في القناة